بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين من باب التذكير بدور النساء عموما والمرأة المسلمة على وجه الخصوص أن يكون سعيها بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج وكأن الأجيال على مر العصور والأزمان يتذكرون دور هاجر أم إسماعيل وهي تبحث لابنها الرضيع عن الماء بعد أن أسكنهم إبراهيم في مكة وقد كانت قاحلة لا ماء فيها ولا نبات كما جاء في القرآن الكريم حكاية عن دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وبترددها من جبل الصفا إلى جبل المروة ذهابا وإيابا يأذن الله فيتفتق ماء زمزم وتلك مفخرة من مفاخر النساء ويكفي المرأة اعتزازا أن تتكفل بطفلها الرضيع موسى عليه السلام الذي أوحى الله إليها أنا أرضعيه فإذا خفت عليه فأرقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعدوه من المرسلين بل للنساء أن يسعدنا وقد تولت امرأة وحدها دون الرجل برعاية نبي الله عيسى عليه السلام الذي أنتقه الله وهو في المهدي حينما قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي بل ويكفي النساء فخرا واعتزازا أن تقوم آمنة من تواب بتربية وليدها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أضاء الدنيا بنور الإسلام ومحى ظلمة الجهل والاستعباد ورفع من شأن النساء قائلا اتقوا الله في النساء وها هي خولة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية إليه بزوجها فينزل الوحي من فوق سبع سماوات يطمئن النساء بأنه لا مجال للظلم في الإسلام قال تعالى حكاية عن هذه القصة بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادذك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ولم لا يكون للنساء هذا التكريم وهو عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بأربع بنات إنها أي المرأة صانعة الرجال ومربية الأجيال الإسلام أراد للمرأة أن لا تغيب عن الحياة بل أكد ضرورة مشاركتها للرجل في بناء المجتمع وبذلك تكون المرأة قد قطعت أشواطا بعيدة وخطت خطوات جريئة ورائدة للرفع من منزلتها وكانت نقطة الانطلاق في عدم التمييز بين الذكر والأنثى إلا بالتقوى كما قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتخاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وخبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتخاكم إن الله عليم الخبير وبمثل هذا التكامل تتحقق الروابط الإنسانية وتنتشر المعرفة وتتوفر الخدمات فترتقي الأمة إلى مصاف الدول الراقية وصدق الله العظيم وإذ يقول ربنا هملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فاللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر